موسيقى مشاهدين الكرام ها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة نعرض لكم حكايات المدينة ونناقش أهم قضاياها ونعرض شخصيات لها بصمتها في الإبداع فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم تابعونا موسيقى تشاهدون في هذه الحلقة منتدب جامعة عدن ومعاناة البحث عن مشروعية موسيقى مستشفى الصداقة دور حيوي وتاريخ حافل موسيقى نبيل علي عمر عازف العود وأستاذ المنع موسيقى مشاهدين الكرام كما عودناكم نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث التي حصلت خلال الأسبوع نتابع شدد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بجدية وحزم للحفاظ على نظافة ومظهر المديرية وقال اليزيدي خلال ترأسي اجتماعا لمسؤول النظافة في المديرية وبحضور أعضاء السلطة المحلية إن المتابعة والمراقبة يبغي أن تتضاعف على أعمال النظافة في كافة شوارع وأحياء المديرية من أجل إبرازها بمظهرها اللائق واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تعيق عمل النظافة في مديرية البريقة وأقر التواصل مع الجهات المعنية لتوفير الإمكانيات اللازمة لتذريل كافة الصعاب التي تواجه عمل النظافة في المديرية تتواصل في مدينة البريقة بعدا صرف المعونات النقدية لمستفيد الرعاية الاجتماعية ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممول من البنك الدولي ومنظمة اليونسيف المشروع بحسب القائمين عليه يستهدف 3767 من دوي الدخل المحدود من أبناء البريقة وثمن مدير عام البديرية هاني اليزيدي جهود البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في دعم وتنفيذ هذا المشروع الإنساني الذي قال إنه سيسهم في التخفيف من المعاناة المعيشية للأسر الفقيرة والمحتاجة منتدب جامعة عدن حكاية كفاح طويلة بين الاحتياج الجامعي لهم وعدم الإيفاء بحقوقهم فمن المسؤول وما هي الحلول لنتابع القبعات البيضاء حركة احتجاجية أطلقها منتدب جامعة عدن تدديدا بما أسموها سياسة التجاهل لمطالبهم الحقوقية المصادرة منذ 15 عاما مطالبنا هو التعزيز المالي بإيجاد وظائف الهاولة لهذه الفئة التي تخدم الدولة يعني من 10 سنوات أنا لي 18 سنة في الجامعة وداخل في السنة 19 سنة وبدون بنقل بدون أي شيء هذا هو الظلم بعيني منهم ما نستغرق في فترة انذجابه يعني أكثر من 15 عام ومنهم يعني عشرة أعوام وأعوام بتفاوتة في التدريس والانتداب في جامعة عدن منذ العام 2000 ومنتدب جامعة عدن يمارسون مهاما أكاديمية وإدارية في مختلف الكليات والتخصصات دون معالجات قانونية لوضعهم الوظيفي حتى بعد إلغاء العمل بهذا الإجراء مشروعية هذه القضية بحسب الفئات ففئة الموظفين وفقا لقانون العمل يحق للمرافق الانتدام من مرافق أخرى عند الحاجة وعلى هذا الأساس جامعة عدن انتدبت الكثير من الموظفين إلى مختلف كليات جامعة عدن في الخمسة المحافظات وفق عقود انتدام الفئة الثانية فئة غير الموظفين وهي الفئة الأكثر تهميشاً والأكثر حرماناً هذه الفئة لا ينطلق عليها أو لا ينطبق عليها لفظ الانتدام ولكن ينطبق عليها لفظ التعاقد ومعروف أن التعاقد دائماً في أغلى مرافق الدولة ينتهي بالتوظيف إجراءات التعيين وصرف المرتبات ومستحقات الضمان الصحي جميعها حقوق مصادرة في ظل وضع معيشي صعب يكابده المنتدبون كما يقولون المعاناة التي يعانيها منتدبي جامعة عدن أنهم ملتزمين في أداء مهامهم الأكاديمي التدريسي وأخذين مواد تدريسية في مختلف تخصصاتهم في كليات جامعة عدن كل هذه الأعمال هي بدون أي مقابل مالي من جامعة عدن كان الهدف والرغبة في ذلك هو الحصول على قرار التعيين في جامعة عدن الكادر الأكاديمي موجود في جامعة عدن الآن كان أغلب من نصبهم من المنتدبين لو كنتم عنهم في الأصل هم من المنتدبين لأن نظام التوظيف خاصا بعد الجامعة مع بداية خاصة الوحدة كان توظيف في جامعة عدن بالقطارة كان يتم التعيين عن طريق الخفض والإضافة يقول المحتجون هنا إن هذا التصعيد هو بداية نضال أكاديمي ضد وضع لم يعد يحتمل مزيدا من المماطلة والتسويف ولا حتى أنصاف الحلول نرحب الدكتور علي القحطاني رئيس اللجنة التنسيقية لمنتدبي جامعة عدن أهلا ومرحبا بك اليوم معنا الدكتور اليوم تحدثنا في البدء عن وضع المنتدبين في جامعة عدن ومنذ متى بدأت قضيتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين قائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بداية أشكر قناة بلغيس على الاستضافة والاهتمام بالقضايا الحساسة للمنتدبين جامعة عدن وكثير من القضايا في مختلف فئات المجتمع طبعا قضية المنتدبين بدأت قبل فترة طويلة البعض منتدب أكثر من 17 عام إلى الآن أيضا منتدبين جامعة عدن موزعين على 24 كلية في خمس محافظات عدن وأبيان ولاحق والظالع وشبوة هل المنتدبين هؤلاء هل فعلا بحاجة لهم الجامعة جامعة عدن منذ متى وهم منتدبين؟ ذكرتم بأن هناك منتدبين منذ 17 عاما حدثني الآن عن قضيتكم باستفادة هناك كليات بحاجة إلى الكادر المتخصص لهذا كان عدم وجود الكادر المتخصص في هذه الكليات وأستعانوا بالمتدبين سواء كان في التربية والتعليم أو في الصحة وتم الانتداب من قبل الجامعة وفق عقود رسمية موثقة بالكليات وبالجامعة التي تغطيت هذا النقص على أمل أن يتم تعيين هؤلاء المتدبين للعالم أن هؤلاء المتدبين بدون أي مقابل داخل الكليات البعض فئة قليلة جدا في الكليات الإيرادية في التعليم الموازي يعطلهم مبالغ رمزية ولكن الغالبية من المتدبين بدون أي مقابل خصصا للكليات الريفية وكلية الآداب كلية التربية عدن وكلية التربية صبر هذه الكليات التي لا يوجد إيراد طبعا بدون أي مقابل ما مدى مشرعية قضيتكم؟ هل هذه المطالبة بتوظيف قانونية أم لا؟ هؤلاء المتدبين لهم فترة طويلة بالانتداب من عام تقريبا 98 إثناء افتتاح الكليات الريفية مثل كلية التربية ردفان كلية التربية الضالع كلية التربية لودر كلية التربية زنجوبار عندما فتحت هذه الكليات كان هناك نغص بالكادر المتخصص لقاءت الجامعة والكليات إلى الاستعانة من تربين من كليات من مدارس الثانوية التي تتبع وزارة التربية والتعليم دكتور عادة ما يكون هناك نقابات متخصصة بالدفاع عن حقوق المنتسبين إليها لماذا لا يوجد نقابة خاصة بمتدبين جامعة عدن؟ وما دور نقابة الجامعة في دعمكم وكذلك دعم رسالتكم هذه؟ هناك نقابة رسمية خاصة بالهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن ولكن نحن كمن تدبين لا توجد لدينا أي نقابة وكان هناك تقاهل من قبل قيادات الجامعة السابقة في عهد الدكتور عبد العزيز بن حبتور وما قبل ولكن عندما وصلنا إلى طريق مسجودة كنا في البداية مجموعة اللي نحن معنا نقل بنظام الخفض وإضافة وكان رأسة الجامعة في ذلك الوقت تقاهل واضح مما أدى إلى تشكيل لقان تنسيقية في الكليات ومما أدى إلى تشكيل لقنة تنسيقية عامة على مستوى الجامعة هذه اللقنة التنسيقية نحن سميناها بحيث أنه لا يتعارض مع أسم النقابة الخاصة بالعضاء هي التدريس الرسمية داخل جامعة عدن طبعا النقابة لم تقصر في المطالبة بحقوق المتدبين ولكن النقابة كان لا يعطلها أهمية لمتابعة لقضيتنا كان كل تركيز على القضايا المعينين ماليا وإداريا داخل الجامعة مما أدى إلى أن نحن نشكل لقنة تنسيقية لمتابعة قضيتنا بشكل منتظم في البداية نحن وقهنا لكل الكليات بعمل تفويض رسمي لكل المنتدبين بحيث أن نحن نتكلم من ناحية قانونية ونتكلم بقوة أمام القهات المسؤولة وطبعا نحن معنا العقود الانتداب وأيضا معنا جزء من توكيلات من المنتدبين تفويض بأن نحن نكون لقنة تنسيقية نتكلم أمام الجامعة على كل المنتدبين بـ 23 كلية موزعة بالخمس المحافظة دكتور علي هذا فيما يختص بنقابة الجامعة فيما يختص برئاسة الجامعة اليوم ما هو دور رئاسة الجامعة في دعم مطالبكم نحن بداية كان في البداية كان تجاهل واضح لقضيتنا وعدم اهتمام ومثلا بدأت قضيتنا الأول أيام بالدكتور عبد العزيز بن حبتور وكان عدد كبير موجود في ساحة الجامعة تقريبا الذي كان معهم فتاوى لحضور 75 من بين 137 كان لديهم نقل بنظام الخفض والإضافة من وزارة الخدمة المدنية ولكن تم توقفها من قبل الوزير المالي سخر الوجي وتلك الفترة ثم أقينا على مرحلة ثانية في أيام الحرب عام 2014 و15 كان قائم بأعمال رئاسة جامعة عدن الدكتور حسين باسل ما حفظه الله ورعاه وكان متفهم لقضيتنا وفي أحد اجتماعات مجلس الجامعة الذي عقد في أحد الكليات في تاريخ 13-8-2016 تم إقرار إصدار قرارات لكل المنتدبين بمختلف فئاتهم وتم إقرار 1046 من مختلف الفئات طبعا قضيتنا هذه بدأت تأخذ منعطف جديد بالاعتراف فيها عندما تم الإقرار في مجلس الجامعة عندما كان قائم بأعمال دكتور حسين باسلامة وتم الإقرار بالإقماع مجلس الجامعة بإصدار قرارات لهوذة الطبقة المهمشة من المنتدبين تم بداية العمل وضع اللبنات الأولى في قضيتنا ثم بعد ذلك أتى رئيس جامعة جديد الدكتور الخضر ناصر الرصور حفظه الله وأرعاه الذي تفهم لقضيتنا ومعاناتنا وأعطى اهتمام كبير بقضيتنا وتم تشكيل لقان لقان هؤلاء لصياغة القرار التعليم للمنتدبين وكان هذا في اجتماع كلية الآداب أعتقد في أحد اجتماعات مجلس الجامعة وتم الاعتماد للمنتدبين كمرحلة أولى إلى عام 2014 ومنها بدأت الانطلاقة شكل اللقان عبر الشئون القانونية والشئون التعليم للفحص الوثائق بحيث أنه تطبق معايير القبول داخل الجامعة وتمت عملية استمرار إصدار قرارات إدارية أكاديمية بدون قرارات مالية فقط وإلى الآن بلغت عدد القرارات 627 قرار تعيين للمنتدبين وما زالت لعملية إصدار القرارات مستمرة للفئة المنتدبين المتبقين اللي هم للمرحلة الثانية بعد 2014 قرارات مالية بدون قرار اعتماد مالي لا بدون اعتماد مالي هذه قرارات ما هي تطبيط المنتدبين إذا لم يكن هناك اعتماد مالي على أساس نحن على أمل أن نحن نتعين ماليا نحن وقهنا رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمعين عبد الملك برسالة خاصة ولكن واضح أن هناك تجاهل من الحكومة مما أدى إلى أن نعمل وقفة في معاشيق التي سميت بالحركة القبعات البيضة الأكاديمية التي نفذت يوم الثلاثة تاريخ 15 يناير إذا كانت اليوم الكثير من الجهود تضافرت لإنجاح مطالب المنتدبين من هي الجهة التي تتهمونها بعرقلة مطالبكم بعرقلة توظيف المنتدبين الجهة المتهمة بعرقلة توظيف المنتدبين هي بدرجة أساسية الحكومة ثم وزارة المالي ووزارة الخدمة نحن نوجه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس جامعة عدن لحل هذه المشكلة قضية المنتدبين هذا الملف المتعثر لكن رئيس الجامعة لم يستطيع حل القضية داخل إطار الجامعة بحكم القانب المالي ضئيل جدا أيضا القامعة موقف تقريبا 12 بند عليها لا تستطيع أن ترفع ماليا بهولى العدد الكبير ولكن هذا بحاجة إلى قرار من الحكومة قرار من رئيس هاري لحل هذا الملف نحن نرى ونلاحظ اليوم أن هناك اعتمادات بالمليارات للجهات الأمنية سواء كان بوزارة الداخلية أو بوزارة الدفاع وهناك تقاهل مقابل 927 منترب ومنتربة أكاديميين يحملون مؤهلات عليا من ماجستير بيكالاريوس دكتورة هولا هم نخبة المجتمع لماذا الدولة تهمش هذه الفئة؟ ما هو الهدف؟ نحن نعرف أن تشكيع الأكاديميين هذا هو أساس بناء الشعوب والمجتمعات لماذا هذا التهميش للكادر المتخصص؟ نحن نعرف أيضا أن هناك مليارات تصرف لقنود وهميين غير موجودين هولا أكاديميين بحاجة إلى التشكيع بحاجة إلى اهتمام نفتتم مؤخرا كما ذكرت وقفة القبعات البيب اليوم إلى اليوم ما هو صدا هذه الوقفة؟ هناك تواصل من شخصيات على أساس ترتيب لنا مقابلة مع علي رئيس بجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الشاب الأكاديمي ونحن على أمل كبير أنه سوف ينظر إلى قضيتنا باهتمام وبإنصاف في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم ولقضيتكم ماذا يمكن من تصعيد في يدكم أن تقوموا به؟ هناك خطوات تصعيدية في حالة تجاهل الحكومة هناك خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هناك فئات للمنتدبين والمعينين ممكن أن توضح لنا هذه الفئات؟ هناك أربع فئات للمنتدبين الفئة الأولى التي تم توقيفها في وزارة الماليه أيام وزير الماليه سخر الوقيه لعدد 137 شخص هذه الفئة لديهم استيعاب من قامعة عدن لديهم القبول من قامعة عدن منتدبين منذ وقت طويل في القامعة البعض يمكن تقريبا 17 عام أو 16 عام ولكن هذه الفئة في السابق كان هناك تعيين ولكن تعيين وفق المحسوبية في قبل أيام الدكتور عبد العزيز بن حبتور وما قبل وفق المحسوبية وطابع حزبي ولكن معظم هولاء لم يتم تعيينهم وتم تأخيرهم بالقبول والاستيعاب داخل الجامعة وتم الرفع بهم فيما بعد وتم التوقيف في وزارة الماليه بحقة أنه لا يوجد هناك تعزيز مالي هذه الفئة الأولى الفئة الثانية هم الموظفين ولا توجد لديهم فتاة موظفين في مرافق أخرى في التربية في الصحة في المالي في الأوقاف في عدة جهات هولاء لديهم رواتب لكن لم يسمح لهم بالنقر رواتبهم إلى القامعة لدرجة أن هذه الفئة إضافة إلى أصحاب الفتاة يعانوا بصعوبات في مرافق عملهم لماذا يعودون إلى مرافق عملهم؟ مرافق عملهم طبعا بالموافقة بالنقل إلى القامعة ولكن أشترطت أن يكون هناك نقل للراتب مثلا نحن في التربية والتعليم هناك عدد كبير من الموظفين في التربية والتعليم يواجه صعوبات في المدارس مع مدراء مكاتب التربية بسبب أن رواتبهم موجودة في هذه المرافق نحن الآن نطالب بنقل هذه الرواتب لكل الموظفين طبعا المنتدبين الأكثرية الغالبية العظمى موظفين لديهم درجات وظيفية بنقل رواتبهم تنعكس على القامعة بحيث أنه لا يواقه هذا الشخص المنتدب معنا في المدارس لأنه أصبح الآن مداومين في القامعة ومداومين في مرافقنا السابقة العدد كبير والبعض في تعاون من قبل القهات المعنية بحكم أنهم انتقلوا إلى كليات بقامعة عدن لا توجد صعوباته لكن الغالب يواقه صعوبة طبعا الفئة الثالثة هم الإداريين في القامعة عددهم 47 إداريين هولا تم تأهلهم إلى ماجستير والبعض قد يحملوا الدكتورة بحاجة الآن نقلهم إلى الوضع أن يكون أعضاء هي التدريس من إداري إلى أكاديمي أيضا الفئة الرابعة وهم المنتدبين الغير موظفين هذه الفئة الرابعة وهي الفئة الأكثر معانا لا توجد لديهم رواتب نهائيا ولكن على أمل أن يتم تعيينهم في القامعة ويتم اعتماد لهم درجات وظيفية سوة بالقامعة الأخرى طبعا قامعة عدن موقف التعيين في التوظيف تقريبا من عام 2006 وتم تهميشها طبعا الجامعات اليمنية جامعة التعز جامعة الصنعاء يتم التعيين سنويا تقريبا سبعين إلى ثمانين درجة وظيفية بينما جامعة عدن من عام 2008 إلى الآن لم يتم التعيين لو اعتمدنا من عام 2008 إلى اليوم 2019 وعطينا سبعين درجة وظيفية بكل عام لغطى حاجة المنتدبين الغير موظفين وطبعا تقريبا عددهم لا يزيد عن ثلاثمائة منترب ومنتربة ختاما دكتور علي رسالة تودون تقديمها من خلال هذا اللقاء الرسالة الأولى أوجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الربو منصور هادين ورئيس الحكومة معالي الدكتور معين عبد الملك بالاهتمام وبالتوقيه الصريح لحل هذه المشكلة واتخاذ قرار شجاع بحل قضية المنتدبين ماليا والاعتماد بالموازن العام لألفين وتسعة عشر لكون هولى المنتدبين عانوا وبذلوا جهود بدون أي مقابل بمختلف كليات جامعة عدم في الوضع المزري أيام الحرب مستمرين في كلياتهم أيضا معلومة أن هناك عدد من الكليات معتمدة أكثر من 50% على المنتدبين بينما أعضاها التدريس عندهم التعاث الدراسة في الخارج والبعض قد بلغ سن التقاعد البعض خدمته أكثر من 40 عام غير قادر لتأدية مهامه وغير قادرين للتدريس لهذا أصبحت أغلب الكليات معتمدة على المنتدبين ونطالب كما قلت أنا الرئيس الجمهورية ومعادي رئيس ميجلس الوزارة لحل هذا المشكلة وأملنا فيهم كبير أسوة بالجامعة اليمنية نعم الدكتور علي القحطاني رئيس اللجنة التنسيقية لمنتدبي جامعة عدن شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء العفو كانت ولا تزال تقدم خدمات طبية للمواطنين أرويقتها وأسرتها وجدرانها تحكي عن قصتها وعن تاريخها إنها مستشفى الصداقة حكايتنا لهذه الحلقة إلى الجهة الشمالية من مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن يوجد مستشفى الصداقة التعليمي العام أحد أقدم المستشفيات وأكبرها حين ذاك على مستوى اليمن والجزيرة والخليج يعود تاريخ بناء مستشفى الصداقة التعليمي إلى سبعينيات القرن الماضي كمشروع أهداه الاتحاد السوفيتي سابقا لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك وسبية بالصداقة كدلالة على علاقة الدولتين الاشتراكيتين موسيقى موسيقى في العام 1977 بدأ وضع حجر الأساس للمشروع واستغرق العمل فيه حتى العام 1989 بمشاركة فرق هندسية فنية روسية وهمدية إلى جانب الكادر المحلي موسيقى يتكون مستشفى الصداقة من مبنى خماسي الأدوار يضم في جنباته مختلف أقسام التمريض والعيادات والمختبر بالإضافة إلى قسم الطفولة التخصصي بسعة مائة سرير وقسم الأمومة بسعة ثلاثمائة سرير موسيقى لدى المستشفى طابق أرضي عبارة عن بدروم خدماته يربط كل المباني وهو أول مبنى شويدا في تلك الفترة بمواصفات جديدة تواكب التطور العلمي في البناء آنذاك يصنف مستشفى الصداقة كمستشفى مركزي وكان سابقاً يعرف في مستشفى الأمومة والطفولة ويقدم خدمات طبية لسكان عدن وضواحيها موسيقى ولد في عائلة كمية فأحب الفن واحترف عصف العود واتخذ من الفن طريقاً يسير عليه في حياته إنه الفنان نبيل عمر وجه المدينة لهذه الحلقة موسيقى ولد وترعرع في عائلة فنية بمدينة عدن تشبع قلبه منذ سن مبكر لحب الفن بجميع أنواعه عصفاً وغناءاً وتمثيلة لم يكن الفن من نسبة له هواية ورغبة بل هدفاً وطموحاً منشود فأصبح اليوم نبيل علي عمر الفنان والأستاذ الملقن للفن أبي الله يرحمه عازف كمان وموسيقي خالي كان برضو عازف كمان وموسيقي فبدأت حياتي الفنية يعني من سن مبكر إلى أن وصلت مرحلات أن أنا كملت المرحلة الموحدة بدأت أفكر أنه أخذ المسألة كالدراسة يعني ما تبقاش كهواية درست في معاهد الفنون ديبلون واربع سنوات وكنت الحمد لله وفاق في الدراسة تم اختياري مدرس معيد في المعاهد نفسه مدرس لمدة ثلاث سنوات تجربته الأولى في الغناء منحته الكثير من الأمل والثقة فالتحق بمعاهد الفنون وتخصص في العصف والغناء والتلحين حتى غدت آلة العود جزءا من حياته ومستقبله أنا متخصص آلة عود ومدرس آلة العود ومادة الغناء العربي طبعاً أنا في عندي يعني اللي قال مني أنا فنان ملحن التلحين يتطلب أن أنت تعزف آلة عود المسيرة الفنونية بدأت من أيام الخدمة العسكرية أقدت فرصة أنه كانت شاركت بأول بهور لي على المسرح بغنية في حفل هذه كانت البداية اللي أعطتنا الدافع والتشجيع اللي وصلت له إلى ما نعليه الآن الحمد لله عمله كمدرس لمأدة الغناء العربي في معهد الفنون مثل بالنسبة له مرحلة مهمة في حياته يفخر دوماً بمشواره الفني وبطلابه الذين لمعات تجومهم محلياً وعربياً قلوبتي كمعلم الحمد لله يعني وفقت ودرست ودرست دفعة كاملة من سنة أولى لأنه المادة حقي درستها سنة أولى وثانية وثالثة اللي هي مادة التخصص ومادة الغناء العربي اللي كلها للثلاث الفصول بالنسبة للتخصص الحمد لله كان من ضمن الطاغم اللي درسته الآن شباب موجودين في الساحة الفنية بل وتعدوا الساحة المحلية الآن هم في الساحة العربية شكل مع مجموعة من الأصدقاء فرقة مسرحية فنية قدم من خلالها الكثير من الأعمال ولا زال يتطلع بأمل كبير إلى الإسهام في إثراء الحياة الفنية والثقافية وبلوغ ما لم يتحقق من الأهداف تقلوبتي كمعلم الحمد لله وفقت ودرست ودرست دفعة كاملة من سنة أولى لأنه المادة حقي درستها سنة أولى وثانية وثالثة اللي هي مادة التخصص ومادة الغناء العربي لكل الثلاث الفصول بالنسبة للتخصص الحمد لله الآن كان من ضمن الطاغم اللي درسته الآن شباب موجودين في الساحة الفنية بل وتعدوا الساحة المحلية الآن هم في الساحة العربية مجال الفن محفوف بالكثير من الصعوبات والتحديات واقتحامه نوعا من التحدي كما يقول نبيل عمر فنجاح الفنان مرهون دوما بقدرته على التحمل ورغبته في العمل موسيقى مادة الغناء العربي كانت ترافد إلى لي على مستوى العمل بالتعاون مع الأستاذة سعاد جنيدي قامنا بتأسيس فرقة حديثة إنشاد كلهم يعني شباب بسن معين المادة الغناء العربي هنا استفدت من تدريسي لها بالمعاهد إنه الغناء القماعين الغناء القماعين اللي هو فرقة كورال حديثة يمكن تكونوا شفتوها بالاحتفالات الأخيرة بالسنة الأخيرة شباب كلهم بمستوى واحد شباب كلهم فالتأسيس الفرقة دي كان يطلب يطلب مهارة ومهبة بحيث أنه أنا بالأخير أنا أعضو فرقات إنشاد قمانون فنان أنا أعضو فرقات الفرقات الوطنية إنشاد فهذه أفضل حتى المقال الواسع أنه أسسنا فرقة حديثة الآن ويعني الحمد لله بتضافر قهود وتوقيهات من الوزير الساد مروان الدماغ بتضافر قهود مع الأخت المديرة ساد جنيدي وبعض وهذا وأسسنا فرقة الآن الحمد لله نحن قادرين نشتغل أي احتفال بأي بناسبة عربية وطنية بوجوه قديدة بدماء شابة إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله أكبر ألقاكم house أي شي صحيح وطنية حقاكمية ألقاكمية itte